على ملعب توينغ هام غرب لندن ترك ديكو الفرنسي ريشه بين يدي الإنجليز حيث إنهزم المنتخب الفرنسي أمام فريق الورود الحمراء بنتيجة 19 مقابل 16 في افتتاح بطولة الأمم الست للركبي المنتخب الفرنسي ورغم مقاوماته خلال 70 دقيقة إلا أن الحنكة التدريبية ودور الاحتياطيين رجح الكفة للإنجليز فبعد مرحلة أولى انتهت بالتعادل عاد رفاق أوين فارل في اللقاء مسجلين ثلاثة محاولات متتالية رغم الدفاع القوي لمنتخب الديكا بقيادة ناكي تيسي كما أن نقطة الدقيقة 45 حطمت معنويات الفرنسيين ولم يجلب دخول العمود رابح سليماني الإضافة للمنتخب الأزرق بسبب الاندفاع البدني للإنجليز هذه الهزيمة الأولى التي تلقاها منتخب الفرنسي تجعل من أشبال جينوفيس يقودون مباراة مصيرية ضد سكوتلندا يوم الأحد المقبل في ستاد فرنس